بسانو اول خطواتي بالسوشيال ميديا كانت الغناء كنت بغني مقاطع صغيرة وبنشرها على يوتيوب يعني وبعدين قربت اكتر لمتابعيني لمصاري العالم بتحبني وهيك وصرت نزلوني يومياتي كنت بوقت عايشة انت؟ بالمانيا بالمانيا انت عايشتي فترة بالمانيا ايوه ايه لا هلأ بروحوا بيجي هلت الجنسية؟ لا لسه قربت بس والله وهلأ مستقري بدبي ايوه هلأ اشتريت بعض شو هيدا؟ محبس او؟ لا 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 مش محبس مو هن المحبس يكون لا لا مو محبس انا عرفت انه انت خاضبة هاي ام تحتنزل الانتروفيو بس خبرني عشان اعرف عشو احكي بالضبط ام تحتنزل الانتروفيو؟ ام تحتعلن الخطبة؟ قريبا يعني بس لسه هلأ اللي انا هلأ بالوقت الحالسة ما اعلننا بعد ما اعلنت يعني بس حكي اي لا اصورنا وخلصنا بس لسه ما نزلنا ما اعلننا يعني او الله صورت ومجهزين ايه كل جاهز او الله برافو محضرين الاشياء الترتيبات وكذا طيب تخبرنا عنه لخطيبة شو بدي خبرك عنه مين هو كذا هو معنا هون خبرك على خطيبة محمود ماصر اللي زمان بعرفه بس حسيت اني بعرفه من زمان كتير يعني حسيت حالي اني بعرفه من زمان وخلص عرفت كل شي بشخصيته حسيت حالي اني حفظته لهيك حسيت انه هو الشخص المناسب اللي لازم يكمل معه يكمل معه حياتي كيف تعرفتو على بعض انتو على السوسيل ميديا يعني تعرفتو وغلب اللي بيلوه ملقب بمحمود التركي هيك ملقب والله انا ما بعرف انه ما بعرف انه عايش بتركية وهكي ممكن اه لا هو لما اجي على دبي اه التقاني عن طريق ايوه التقاني عن طريق اصدقاء مشتركة بيننا اه كنت ايه كنت بشوف له مقاطع بالقبل ايوه مش بعدك صغيرة يعني يعني انه يعني انت صغيرة يعني انت بلشتي بالحياة يمكن دعكتك الحياة انت وصغيري فعندي خبرة وهيك نضجتي قبل قبل وقتك صحيح ضبط مو لانه عندي خبرة ونضجت قبل بوقتي حسيت انه خلص هو الشخص المناسب يعني شو الواحد يستنى انت عمرك عشرين وهو عمر واحدة وعشرين ايوه شو اللي اكتر الشي شدك ليلو اه انا اول مرة بحكي بالمواضيع صراحة ايوه شو شدني الو اه ادبه وكتير مقدب ومهزب الله يوفيكم يا رب محمود بعد اذنك تفضل معنا شوي تعتع شوي محمودة اه ترك تركتها للاشياء هاي اول مقابلة بيطلع محمود الله يستر تفضل تعال 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 لا والله لا بالعكس انا 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 بحرش فيه لا لا محمود كيف تعرفت علي يا لبيسان والله الصدفة صارت ايوه هو صديقنا اه صديقة وصديقي فاطلعنا وكنت انا معاه وش شفت يا لبيسان كنت تعرف على ايوه بشوفة بس ما ولا مرة حكينا ولا تبعنا بعضنا ولا شي اه يمكن اه يعني ولا مرة اه خطر لي ان يكون انا بيسان اصدقاء او شي فكله صدفة لكم تعرفوا بعض تقريبا انت من الشهور يعني صغار يعني بعض كنت يعني بعمر يعني بتحسوا يعني هيك هلا هي حلوة هيك حلوة انا بحب بصراحة يعني بهادا العمر اللي يلاقي شريك تحياته او شي يعني بتحسوا انه هذا الشي بهدا العمر للكم بتحسوا يعني شي هيكون قوي ولا حي يعني متمسكين متمسكين فيه نعم راح يكون قوي مكتفين ببعض ما يعني خلاص اذا الواحد لاق الشخص المناسب ليش حتى يستنى يعني شو بده يستنى اذا لاق الشخص اللي هو بيفهم عليه ومناسب له اكتر شي يعني يعني شدك فيه على لبيسان هيك قلبه طيب كتير عن جد ايوه ومسكينة يعني هيك قلبه طيب عن جد يعني ما عنده متل هالبنات شوفت حال او شي عن جد البيعاشرة على الواقع غير يعني هلا يمكن انا عب السوش الميديا اشوفها عادي متل اي مسلا بنت هيك مشهورة وايك بس على الواقع لا ما عندها تكبر وبتحب يعني الخير كتير عن جد خزو هلا بدي خزو لا محمود جذبني فيه انه هو كتير انسان مؤدب وكتير حنون كتير حنون وبيحب اهله كتير ايوه ممكن تعملوا سي سنائي مع بعض يعني انه مثلا متل مشاهير او شي هيك اكيد ايه ايه بي استعداد لهذا شي وحنفجر الدنيا ان شاء الله عنده عم تخططوا لهذا الشي اكيد طبعا بس شي مختلف عن الناس كله ايه والله يعني متل شو يعني ما رح نخبر لك الاسرار كله مفاجئة بعدين بتشوفه ان شاء الله يعني نحنا من منبرك لكم على على هذا الخطوة والله يوفقكم لبعض ولابقين كتير لبعض على فكرة والله كتير فكروا اخي امراض مدري ليه الله يسلم طيب بسان انتو عال يعني عالسوشال ميديا كيف كيف بتقضي وقتك كيف مع متابعينك شو بتعملي هل بتخططي مسلا لتطلع او تعملي اي شي او فيديو هات تصوير هلا في كتير ناس بتقول والله السوشال ميديا سهلة بس انتو عم تصوروا يومياتكن ما بتتعبوا بس نحنا بصراحة منتعب لانو التصوير اوكي صح هو فني وحلو الواحد بصور بعفويتو انا اكتر انساني عفوية على الكاميرا بس كمان الواحد هاد الشي صعب انك تلاقي شي يعجب العالم ووقتي بحسه مش لقيلي ابدا بحس ووقتي مو لي يعني بتحبي هاي الحياة انتي يعني هاي الحياة بت يعني هلا انتي تبلشت عم تقولي عمرك 14 بتحبي هالحياة والله زهقت مني او عم تملي منا شوف اه حياتي كانفلونسر اي زهقت منا بصراحة اي بس حياتي الجديدة اللي هلا عم ببنيها كاني فنانة لسه ما بلشتا يعني الحماس فل والله فراقب يعني هلا انتي خلص يعني مركزة كمغنية هو هادا كان حلمي من الاول انا فت عالسوشيال ميديا لهذا السبب واخدتك السوشيال ميديا لمحل تاني بالظبط الظروف كمان اخدتني لمحل تاني ظروف ما عنداني طيب وكيف لا كيف يعني انتي غنيتي قبل وعملتي يمكن اغاني الغنية هلا كتير ضربت حلوة يعني حلوة مهضومة مهضومة الغنية انتي حبيت هي اجمل اغنية يعني اللي لك من اللي انتي عملتها ايه بداية الجديدة هي اجمل اغنية بحسة اخترتيا مع شركة انتاج لحالك والله لا والله بصراحة هي الحان وكلمات الفنان محمد عيسى فلتقينا معه وقال لي انا عندي شي بيشبهك شي بحسه انتي لازم تغنيت لشو قال لي غنيت العشر كفوف وانا مما سمعتها عن جد حسيت انه بتلبقلي قريب شوي لم تسيطرة او شي هاك يعني هاد اللون شوي اللي هي هاك بتهاجم او شي من هالنوع هلا هو مو هجوم يعني هاي الغنية كي بدي قلك انا كبيسان لما سمعت بصوتي قوتلي شخصيتي فكتير ناس لما سمعوها حسيت كمان انه قوية شخصيتهم اكتر يعني بطلوا الناس الاضعاف اللي ما بيعرفوا ياخدوا حقهم او بحاجة حدا لا بيسان بيقولوا انه انتو مشاهير مشاهير سوشيل ميديا انه اذا شالوا منكم التليفون ما بتعرفوا تعملوا شي بالحياة يعني بتضيعوا هلا بالنسبة الي لا ممكن تعملي يعني بالنسبة الي انا عندي موهبة واللي هي الغناء فما بتفرق معي كتير انه اذا شالوا مني التليفون بغني هلأ انت عم تقولي هلأ عن جديد بلشتك يعني تحطي اجريك بمجال الفن بس انا هذا حلمي من زمان فهمت علي بس هلأ بلشت فيه يعني خطايت اول خطوة الحمدلله عم تحضري يعني في تحضيرات ويعني هنشوفك مهرجانات هنشوفك حفلات هنشوفك هاي طبعا حتشوفوني اكيد اكيد بمسارح وان شالله يعني باكبر مسارح في الشرط فيه تخطيط يعني فيه فريق عمل والله لحالك بس هلأ مبدئيا لحالي بس هيكون ان شاء الله فيه فريق عمل لقدامه ممكن يكون مدير اعمالك بحس لا لا تساعدني بس ما ما بيكون مدير اعمالي لا ما بتحبي او يعني مثلا انه او عادة بتلا من اخناقات مشاكل لا لا عادة يعني مشوف نحنا مسلا انه هو بنفس المجال كمان بالسوشيال ميديا وايك انه بلك يمكن يساعدك يعطيك نصايح هي الى اخره يوقف حدك سانتك ما هي شغلي بالعكس هي شغلي بس هو بالنسبة له السوشيال ميديا هي هي تسلاية بالنسبة له هو عنده اكيد شي برا وشي خاص شغل تاني فهو بالنسبة له السوشيال ميديا ما كتير بتهمه انا اللي بالسوشيال ميديا وانا اللي اه حاب بغني وابني مستقبل بالسوشيال ميديا فمتعلي فبحس السوشيال ميديا بالنسبة له يعني مجرد تسلاية وبس بيتسلا تب شو الخط اللي بديك تاخديه او شو الخط اللي انت هيك حاسي انه رايحة فيه مين بيشبه مسلا منقول من الفنانات الموجودين هلا ولا حدا ولا حدا لا لا ما بدي يكون بشبه حدا انا برافو عليك يعني انت مبلشي صح انا بلوني بصوتي بصمة صوتي الخاصة ما بدي مسلا اروح طريق مسلا فنان اكيد فيه اكيد فنانين وفنانات قدوتي بهالحياة وكتير بتعلم منهم شغلات بس كمان ما بدي يكون بشبه هدا برافو برافو طيب بسان انت عمرك كان اربعة عشر سنة بلشتوا بالصغيري بهذا العالم بهذا بتحسي ضاعت يعني طفولتك او حياتك اللي المفروض عشية متل ما لازم او مراهبتك او شية ايك بتحسي انو انتي انحرمتي من هيدا الشي شوف انا ما انحرمت بس كل انسان بهالحياة عاش مراهقته او عاش حياته بدون ما حدا يشوفه انا عشت حياتي وكل العالم تعرف حياتي كامل عم تشوف كل شي يعني كل شي بعمله محسوب محسوب علي حتى العالم ما بتعرف يمكن كتير عن طاب تقول انو انتي كنتي صغيرة وهالشغلات بس كمان كل شي محسوب يعني اما الواحد بيقدر مسلا يعيش حياته مزبوط متل برة السوشيال ميديا تنتبهي انو لحالك من الاخطاء شي مرة غلطة او شي ندمت عليه مسلا عملتي بتخبريني عنه مسلا بحياتك ممكن عملتي شي انتي غلا مسلا تقول ياريتني انا مسلا ما عملت هيدا الشي اكيد طبعا بنتم على اشي كتير عملت من قبل بس بقول خلاص يعني الاخطاء اللي قاعد فيها ما برجع بعيدة وبتعلم منها كتير اشي اندمت على فيديوز على كلام حكيته ايوه طبعا ما برجع تذكري هيك شي مسلا معاطع او شي معين هيك مسلا تقولي انا ياريتني انا هون مسلا ممكن وعيتي او كنت صغير اكيد طبعا هلا اكيد بنتم على اشي كتير ما برجع ما في شي محدد لا شو ردك اللي بقول انه انتي كل متابعينك صغار يعني انتي يعني اطفال متابعينك يعني مش 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 حدا واعي يعني مراهقين او اصغر من من المراهقين اوكي انا صلي بسوشيال ميديا ست سنين فاللي بتابعني من لما كان عمري اربطعش وهو مسلا كان عمره سن خمسطعش او يعتبر اقل من مراهق ستتعاش خمسطعش هلا بتلاقي اي عمره او عشرين صارو كبار انا مشيت مره بالشارع اوكي ففي شاب بيجي شاب اكبر مني عمره اي تنك اربعة وشرين او هيك فبيلي انا من او صغير بتابعك فالناس متابعيني يكبروا معي انا وياهم كبرنا مع بعض فهي هي الفكرة يعني لو من زمان اي بقلك متابعيني هن اطفال متل ما انا كنت طفلة يعني انا كيف بدي يكون اه طفلة ويحضروني كبار فانا كنت قردي طفلة فاكيد حيحضروني اللي من اعماري اللي بتهموا المواضيعي فهلا هن النفسهم كبروا معي شو شو اللي شو غيرتك اا او شو تغيرتي او شو تعلمتي شو اكتر شي علمك اي هاي دي الحياة السوشيال ميديا اوكي اا اكتر شي علمني انه في في جملة ما بنساهب حياتي انه انا كنت قبل اتأمل خير من الشخص لهو يثبتلي العكس هلا صرت اتأمل شخص من من السيء من الشخص لحتى هو يثبتلي العكس لحتى يعني طموحاتي بالشخص او هيك ما تنكسر لما يعمل شي انا مو توقع توقع سيء منه لحتى لي كنت بالقبل بالعكس اي واب الضبط كتير اا هيتي كنت عنتي اول كانت يعني كانت اا ثقتي بالاشخاص عالية فلما يعمل شي انكسر انا فلأ ليش لحتى احط معنويات عالية للشخص وبعدين يكسر انتو مشاهير السوشيل ميديا او اليوتيوبر او التكتكر او الهايك يعني بتحبوا بعض يعني في في محبة بيناتكن في صدق يعني في انو هادي متل ما منشوفها والله كله هدا تمثيل او بحاجة لبعض انتو لا تفيدوا بعض شوف اي حدا بالسوشيل ميديا بيقلك انا صديق الكل هدا منافق مية بالمية منافق الصديق الكل منافق انا بالنسبة ايلي العام بتقلي هي عندك مشاكل مع هادو 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 طبعا لان انا ما بحب جامل وماني مضطرة اجامل حدا اللي بيزعجني انا بقل له انت زعجني هيك 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 خلصت القصة ماني مضطرة اجامل حدا بس ايوا بس اللي بيقلك انا اصدقائي كلهم من السوشيل ميديا كلهم اصدقائي وبحبوني وبحبون اكيد حتكون منافق انو بتسمع مثبتك بادنك وبتسكت عادي انا ما بقدر انا ما بقدر شو رأيك بهدي اللي بيطلعوا هدي التحديات والتيك توك وبيطلعوا هان بيزودوا شوي يعني التيك توكرز اصدك باللايب بتطلعي هيك انا ايثين بكل حياتي كم لايف طالعي ممكن ست سبع لايفات على تيك توك بس هيك لما اكون مالة بدي اتسلى بس ما ما كتير يعني بتاعتم ديها الوسط لا 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 ابدا شو رأيك فيونود اللي بيطلعوا اللي بيطلعوا لايفات بحب يعني حلو بس ما تقبلوا المزلة على حالكن انا هذا الشي اللي شو ممكن انتي عدا يقلك عن تحدي يعني تحديات شوي صارت تحديات هيك اوبر اوبر يعني صاروا انو الشاطر رمين بده يقصف التاني او يزل التاني وهذا الشي عن جد بشع ايوه يعني صارت لما وفوت على لايف تيك توك يستفزني شخص اللي بده يكسر المعنويات التاني فهذا الشي اللي بكره اه انتقادات يعني احيانا مسانا تعرضي لا انتقادات او شي او ناس تعليقات او او هجوم عليك كيف تعمل معه مثل ما قالت شيرين بغنيتا الكومنتات السلبية بالنسبة لي مثل البنزين على النار بيضوي اكتر بيرتفع بالظبط فانا هاي هدول الانتقادات بالنسبة لي يعني مت ما بيقولوا انو هدي وقود دفع لالك بالظبط هو بنزين ما بتت تحاولي انو بتقولي بلك انا عم بغلط او شي من هالنوع لراجح سباتي هلأ اه شوف انا عندي اهلي وماما واكتر ماما بتراقبك امي طبعا بكل شي فماما اكتر انساني بتحب مصلحتي هي بتقلي هذا الشي صح اذا الشي غلط اذا انا ما كنت من تبهت له فمو مضطرة اني مسلا اسمع من الناس الحمد لله يعني عندي امي هي بتنصحني شو اكتر موقف هيك محرج تعرضت له او صار معك بي بالسوشيال ميديا اكتر موقف محرج بحس في كتير عام تعرفه بس ما ما نحابة اذكره هلأ ما بتحبيها لا لا بحس حالي كتير انظلمت وقتها فما لا هذا اللي صار معك بالفترة الاخيرة يعني اذا الحادسة او شي اك كان فيه ممكن معزومة على خطبة او زوج ايوه ايوه فهذا هو اكتر موقف زعجني وحسيت ما له سبب اصلا انه يصير ما فيه له سبب طبعا انه انت ان حطيت بموقف مش 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 حلو بحالي ايه ايه هذا اكتر موقف يعني بصراحة جد جد يعني دمرني بديك الفترة نفسيا نفسيا ايوه نفسيا كتير كتير ازاني بصراحة هذا الموقف لانه ما توقعته واضطريت غصبا عني اني احكي فيه وانا ما بدي دافع عن حالي وانا انا ما كنت بدي ابدا ما بدي عارفين على معنى الحب والصداقة والغدر والخيانة بالحياتة انت بعدك صغيرة على هايدي الامور بس عارفين عليها هيك او كيف بتشعر فيها انه الصداقة والخيانة وهالقصص او عن جد انا بالنسبة الي خلاص صرت ما اتامل من الشخص كتير مشان لما يجيهم يكسرني ما تكون الصدمة علي قوية ما اتامل كتير اتامل القليل يعني مشان لما يعمل شيء الصدمة ما تكون كتير تأثر فيها انا انسانة كتير حساسة ايوه برجة تور شو الاشياء اللي ما بتطلعيها بالسوشيال ميديا بتخفيها هايدي بتقولي انا ما بدي طلع اه يا ريت بعرف اخفي شيء والله ما بعرف ابدا ما بعرف اخفي شيء عن السوشيال ميديا بتحدد تلاقييه لحالكم عارفه خلاص كل شيء يعني انت بطلع كل شيء عم بيستغل ع هاد الشي. طيب هل انتي عنديك شغل غير 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 السوشيال ميديا? يعني مسلا بتعتمدي على حالك بغير مشاهد. الميديا اه عم بفكر كتير بهالموضوع بس بالوقت الحالي لا. ما عندي. هل اعتمادك او انتي بال يعني انتي بيساعد اهلك? اكيد طبعا. هنن ماما واخي وانا. انتي متل كنت مسؤولة عنهم. يعني انتي اللي كنت تدعمي هون وانتي كنت يعني انتي الساعدين بكل شي. اي نحنا سند بعض. انا وماما واخي تعودنا تكون دايما نحنا سند بعض ويد واحدة. فحاليا كتير بفكر اني افتح شغل تاني غير السوشيال ميديا بعيدا عن السوشيال ميديا. اه بس انا ما بعرف البزنس كتير. فلازم يكون معي حدا بيعرف البزنس واكيد حق اخطيها الخطوة. يعني متل شو مسلا تعمل براند باسمك او خصوصا بيروحوا عيني اكتر شي على هيدا المجال. والله يعني كتير اي جاني عروض انه ينعملي براند عطر او ميكو. انه عرض عليك يعني. انه عرض علي بس انا بدي شي واو. واو. ما لقيت الشي اللي فاتلة مخي لسه. شو بتعتمدي على على يعني ما دخول السوشيال ميديا من وان? يعني من اليوتيوب والله دعايات اعلانات من وان بالزبط? ايوة طبعا هلأ انا كمغنية بعمل اغاني كمان في الاغاني اكيد بتدخلي ارباح والحفلات. انت حفلات انت بالاول? هلأ يعني هلأ براس السنة عندي حفلة. ايوة بالمانيا. عنديك حفلة بالمانيا. والله برافو. اه جالي العربية وال. والهلأ انت بكم رصيد كم اغنية برصيدك? ووو والله كتار. لاليك. ايوة كتير كتار. بس اه حاليا اللي باعتبره برصيدي غنية اللي بعده والعشرة كفوفة. يعني هود الهن الاساسي. ايوة. خبرين عن اللوك اليوم الزهر البين. اه هذا الطأم حسيت كتير هيك فانكي ومناسب لل. ايوة هذا الطأم من شيئا. والشعر والميكياج? اه الشعر والميكوب بصالون لا سيرين. اه علي عبلني شعري. ونتاليا عملتلي الميكوب. مهومي طالع كتير حلوة. ذاكي.